بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 Part 5 Equivalent Frame Method Equivalent Frame Method وقلنا الطريقة ديت بنستخدمها أمسا لما يبقى المسافة بين الكولمس اللي عندي غير متساوية الحاجة التانية لما يبقى اللود الموجود على الباكيات المتجورة بيبقى فيه اختلاف كبير طيب إزاي بتتم الطريقة ديت لو أنا ده الاتجاه الطويل بتاع السقف ده السقف هو تفلات سلاب ديت أماكن الأعمدة عندي ده الاتجاه الطويل اللي هو L1 اللي هو Long Direction طيب إزاي بنختار الفريم اللي بنشتغل عليه أولا بيقول في حاجة اسمها Interior Equivalent Frame وفي حاجة اسمها End Equivalent Frame الاند اللي هو عند نهاية المبنى الانتيريور اللي هو بيبقى داخلي بنشتغل إزاي بناخد السينتر لاين بتاع البلاطة والسينتر لاين فالمسافة دي لو L1 دي L1 يبقى هنا L1 على 2 بلس L1 على 2 دول لو هم متساويين أو حتى لو فيه اختلاف بناخد نص البلاطة من الجهة دي والنص من الجهة التانية يبقى في الحالة دي انت حددت الفريم اللي هتشتغل عليه في الحالة دي الاسمان بتاع الفريم هو عبارة عن L2 L2 طيب لو انا نشغل في الاتجاه اللي هو Transfers Equivalent Frame عايزين نحدده فبنقول والله يقالي السقف اللي عندنا ده الاتجاه القصير اللي هو L2 تعالى نشوف Interior Equivalent Frame بناخد نص البلاطة ونص البلاطة من الجهة دي يبقى ده العرض بتاع الفريم اللي هنشتغل عليه أو عرض البلاطة اللي هو النص إلى نص أو من السينتر لاين إلى السينتر لاين في الحالة ديت لو المسافة ديت L2 فبنقول ده L2 على 2 plus L2 على 2 حتى لو لابعات ديت مختلفة ما عنديش مشكلة يبقى ده الانتيريور طيب الخارج اللي عندي اللي هو بنسميه ال End Equivalent Frame ال End Equivalent Frame اللي هو شايل من جهة واحدة من ناحية دي هو مش متحمل الفريم دوت عشان كده لما بنيجي نصمم أنا المهمة عندي هو الانتيريور وليس ال End Equivalent Frame طيب حنشوف هنا ده اللي فريم ادي البلاطة اللي هو شغال عليها اللي هي من السينتر للسينتر سينتر لسلاب وده سينتر لسلاب ودي اللي سبانز اللي هي المسافة اللي بين الكولامز اللي فريم دوت ممكن يبقى عندي اكتر من دور حسب المبنى اللي أنا شغال عليه يبقى ده في الحالة دي ده الاليفيجن وده المنظور او البرسبكتف في الحالة دي طبعا واضح من شكل البلاطات ديت انه هو انتيريور وليس اكتيريور او اند اكويفلنت فريم ترجمة نانسي قنقر